شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على موقف مصر الثابت والقاطع الرافض للتهجير القصري أو الطوعي للفلسطينيين مؤكدا على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي للوصول لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطع جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي بمقر مجلس النواب رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح وخلال اللقاء أكد رئيس مجلس النواب على حرص مصر الكامل على دفع العلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب داعيا الجانب البحريني الشقيق إلى زيادة استثماراتهم في الاقتصاد المصري من جانبهم أكد رئيس مجلس الشورى البحريني أن مملكة البحرين تعتبر مصر بمثابة قلب العروبة ودائما ما تساند دورها الرائد في الدفاع عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية ترجمة نانسي قنقر